حاول أنهما يعطلوا تحركات الرئيس التونسي قيس سعيد فشلوا حاول أنهما يفرضوا الفوضى والخراب المستعجل على الدولة التونسية طوال سنوات ماضية فشلوا حاول أنهما يركعوا الدولة التونسية على المصاري الاقتصادي فشلوا النتيجة بدأوا يخططوا لحصار الرئيس قيس سعيد رئيس دولة تونس ويحصره الشعب التونسي عبر تقارير مدفوعة الأجر وموجهة على المستوى الدولي ويتهم الرئيس قيس سعيد بكل الاتهامات وفي ذات الوقت يهجموه بشكل غير عادي ويستأجروا بساحة مدفوعة الأجر من أجل تشويه سرطة تعالوا بنا نعرف التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر حاجة بجحة وحاجة واقحة أن يكون هناك تحركات من مؤسسات دولية موجهة سلفا من أجل تركيع الدولة التونسية وتشويه صورة الرئيس قيس سعيد ورغم ذلك نكتشف أن في بعض عناصر الخيانة والعار من قلب الدولة التونسية بتساعد المنظمات دي لا ويقول لك أصي إحنا بنعارض أصي إحنا عندنا ديمقراطية لا يا حالتها أنت وهوى دي ما لهاش علاقة بالديمقراطية حيث يتعرض أمن الوطن للخطر في الحالة دي لا تسألني عن حقوق الإنسان ودية مقولة ألها أحد الساسة الأوروبيين والوقوف في لحظات الخطر اللي بتمر بيها الأوطان الوقوف في المنطقة الرماضية يعتبر بمثابة خيانة تستوجب المحاكمة يعني أنت لو وقفت لنت مأيد ولنت معارض ده دي اسمها خيانة يبقى الصحيح أنك أنت تدافع عن أمن وطنك وبعد كده بعد ما يخرج من حالة الفوضى اللي هو فيها أو التحديات اللي بيمر بيها اعمل اللي أنت عاوز تعماله طبعا حضرتكم عارفين كويس جدا تداعيات الهجرة غير الشرعية اللي كانوا بيخططوا أنه هم يفككوا بيها البيئة الديمغرافية بتاعة السكان في قلب دولة تونس الرئيس قيس سعيد في أعقاب ثورة 25 يوليو اللي أمبيها الشعب التونسي في مواجهة العشرية السوداء اللي حكمت فيها حركة النهضة الإخوانية في أعقاب ذلك الذي حدث بدأوا يلتفوا على دولة تونس من عدة اتجاهات مظاهرات فوضى خراب تحرقات على المصاري الخارجة عن طريق أمثال المنصف المرزق وعن طريق أمثال راشد الغنوش وعن طريق تنظيم جماعة الإخوان الدولي كل ده فشل حاولوا أنه هم يضغطوا على صندوق النقد الدولي بحيث أنه هو ما يوفقش على القرد اللي طلبوا الرئيس قيس سعيد في سبيل إنقاذ الوضع الاقتصادي المترد لأن الرئيس قيس سعيد استلمت دولة خراب يا دنيا خراب فرضوا على الشروط وضغطوا على صندوق النقد الدولي فجئنا بأن في حملات منظمة بشكل غير عادي من الجماعة الأفارقة ضخ ألاف مؤلفة من البشر للدولة التونسية كهجرة غير شرعية عبر منظمات بالتاجر في البشر وعبر منظمات ممولة على أخطر ما يكون لدرجة أن الرئيس قيس سعيد قال إن في مخطط لتفكيك البيئة السكانية بتاع الدولة التونس في مخطط لإثارة الفوضى عن طريق الناس دي حق الدولة التونسية إن هي تنظم الوضع هجرة غير شرعية ولاجئين أهلا وسهلا بيهم بسي بالشروط التالية واحد اتنين تلات اربعة وبعد ما كان الدولة التونس بتدي لهم شهر فقط لغير أصبحت بتدي اللاجئين والمهاجرين ست شهور كاملة كإقامة لحد ما يقننوا أوضعهم بالنسبة للطلاب بتوع الدراسة في قلب الدولة التونسية الرئيس قيس سعيد منحهم ميزة بدل ما انت بتاخد تأشيرة تستغرق ثلاث شهور لحد ما تقنن وضعك ادلهم تأشيرة تستغرق عام كامل ليه؟ طلاب ما فيش مشكلة خالص طيب انت عاوز يحصل من كده هل هناك أي دولة أوروبية بتمنح المهاجرين كل هذه المزايا والاستثناءات ما فيش ساعدتك إلا أن الرئيس قيس سعيد فوجئ بإني الموجة بتاعة الهجارة غير الشرعية واللاجئين اللي بيطلبوا الإقامة وفي قلب الدولة التونسية والتأشيرات في قلب الدولة التونسية بدأ عددهم يتزايد بشكل ملحوظ جدا النتيجة أخذ القرارات دي للتقنين اللي حصل إيه حضرتكم إزاي إزاي إنك أنت تجرؤ يا قيس يا سعيد إنك أنت تدافع عن سيادة دولتك إزاي إنك أنت توقف أصاد الهجرة غير الشرعية سيب الناس تخرب زي ما هي عاوزة سيب الناس تدخل بلا أي نوع من القوانين طيب ثانية واحدة بس أنت بتفرضوا على الرئيس قيس سعيد إنه هو يسهل المسألة ولا يتصدى للهجرات غير الشرعية طيب أنتوا كأوروبا بتعملوا إيه ده أوروبا بتنفق تريليونات الدولارات لمواجهة الموجات بتاعة الهجرات غير الشرعية وأي حد يوصل شواطئ أوروبا بيتسحل أسفل الجزم فورا الدولة بتعتقله وابتاخدوا من الضرع النار بينما الرئيس قيس سعيد منح المهاجرين ما بين ست شهور لسنة كاملة لتقنين وضعهم طيب أنت عاوزة أكتر من كده لا 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 ده اسم شغل تهريب بدأوا يفرضوا شروطهم على قيس سعيد بدأوا يضغطوا على صندوق النقد الدولي النتيجة أن قيس سعيد لها كل واحد بقى يشوف مصلحته فين أنت عاوزني أن أنا أتصدلك للهجرة غير الشرعية وفي ذات الوقت أنت حطت رجل على رجل وتفرض علي الشروط لا يا بابا كل أوراق الضغط التي يمتلكها الرئيس قيس سعيد بدأ يستخدمها بشكل قوي جدا النتيجة ركع كل دول أوروبا وخلاهم يجوا مكسورين ومهزومين ومقدمين كل فروض الطاعة والولاء للرئيس قيس سعيد بدل المرة ثلاثة أربع مرات لدرجة أن هم اللي بيجروا ويجريوا في سبيل أن هم يدعموا الاقتصاد التونسي عم قيس يا سعيد خد كل اللي أنت عاوزه مقابل أنك أنت تحمي كل أنحاء دولتك لأن في حماية الدولة التونسية وأمنها في مواجهة الهجرات غير الشرعية أيضا حماية الأوروبا طب يا بابا أنت وهوأ أنا مش أحميك مطلوب أنك أنت أساسا تدخل في المسئولية معاي مش كده وباس صندوق النقد الدولي والدعم الموجه للدولة التونسية وكل اللي إحنا هنفرض شروطه يتم الاستجابة لها فورا هو دا اللي حصل حضراتك النتيجة عن طريق منظمات دولية حقوقية معروف توجهها أن هي داعمة لعناصر جماعة الإخوان وللتنظيم الدولي لجماعة الإخوان ولبعض الدول الغربية زي منظمة هيومان رايتس واتش منظمة حقوقية معروف أن هي شغالة لحساب الكيان الإسرائيلي لحساب الولايات المتحدة الأمريكية لحساب بريطانيا لحساب التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بدأت تشن حاملة هجومية شارسة جدا ضد تونس وضد الرئيس قيس سعيد أحدث التقارير دي إن هي أدانة العنف والانتهاكات الخطيرة اللي تعرض لها المهاجرين واللاجئون وطالبوا وطالبوا اللجوء الأفريقى في تونس واللي ارتكبتها السلطات التونسية وطلبت المنظمة المشبوهة دي من الاتحاد الأوروبي وقف دعم التونس في محاربة الهجرة غير النظامية طبعا لن يتم الاستجابة لأن دول الاتحاد الأوروبية عرفت إن الرئيس قيس سعيد ما بيهزارش ثم المنظمة دي في تقرير لها قالت إن الانتهاكات اللي جمعتها المنظمة من المهاجرين كانت عبارة عن إيه بقى؟ الضرب والاعتقال التعسفي والطرد الجماعي والأفعال الخطرة في عرض البحر ده باعتبر إن دولة تونس كان المفترض جدلا إن هي تروح تجري في قلب المياه الإقليمية في سبيل إن هي تدور على أي مهاجرين غير شرعيين جايين من أفريقيا فتدور عليهم وتنقذهم طب وإنت بروح أهلك إنت وهو أنت كأوروبا بتعملوا إيه؟ وانا مالي ما تغور في ستين ألف ده هي تاخدك والقلب مش دعيلة يعني دولة تونس مش مسؤولة أساسا إن هي تقعد تدور على مهاجرين غير شرعيين في عرض البحر في سبيل إن هي تنقذهم إذا كان أساسا الناس ديات ممرتش على دولة تونس ودولة تونس بدأت تحجم كل الهجرات غير الشرعية أضف إلى ذلك يعني إيه لمؤاخذة طرد جماعة ويعني إيه ضرب حضرتكم عارفين اللي حصل في صفاقس لما مهاجرين غير شرعيين استحلوا وأقاموا في قلب المدان العام هناك في قلب الخيام وتحولوا إلى دولة جوة دولة وبدأوا يعتدوا على المواطنين التونسيين إلى درجة أن المواطنين التونسيين بدأوا ينظموا تظاهرات في مواجهة السلطات التونسية أنتوا سيبين الناس ديات ليه؟ الناس دي بتعتد على المواطنين التونسيين هل يطرى أنا كدولة مش من حق أن أنا أتصدى للتجاوزات ديات؟ إذا كان في أوروبا لو واحد ما معهوش ورق إقامة يحق لرجل الشرطة أن هو يسحله لو أن هو اتحرق يمين أو شمال وما استجبش لتعليمات الشرطة ده اللي بيحصل فأنت جاي تقول قصي السلطات التونسية بتضربهم تضرب مين؟ سلطات التونسية حجمتهم عشان كده اتجننوا ثم بيقولوا أن السلطات التونسية بتسرق الأموال والممتلكات بتاعة المهاجرين غير الشرعيين ده باعتبار أن هؤلاء المهاجرين معاهم أموال وممتلكات إزاي لم أخذها؟ أهو أي اتهمات بيحاول يشوهوا فيها صورة الرئيس قصي السعيد؟ ثم المنظمة بتقول أن جميع الانتهاكات حدثت بعد خطاب قصي السعيد في 21 فبراير اللي عارض فيه الهجرة غير الشرعية لا بصراحة ربنا قصي السعيد مالوش حق إزاي؟ إزاي أن رئيس دولة أساساً يتصدى للهجرة غير الشرعية في دولته؟ مش من حقه المفترض جدلاً أن ملايين من البشر يدخلوا دولة تونس بشكل غير قانوني وقصي السعيد يرحب بيهم ويقدم لهم الأكل ويعمل لهم تعظيم سلام زي ما أوروبا كده بتعمل شغل تهريج وشغل عك وستفزاز ووقاحة ما بعدها وقاحة وحذر البيان بتاع المنظمة من أن هم هيصعدوا الموقف في مواجهة دولة تونس ثم بتقول أن المهاجرين أكدوا للمنظمة اللي هي منظمة هيوماناتسواتش أن هم تعرضوا للعنف في أقسام الشرطة وتعرض بعضهم لسعقات كهربائية وتم احتجازهم على أساس لنبشرتهم يحلوا لي والقرارات اللي أصدرها قصة عيد من أنه هو دولة تونس تستقبلهم وياخدوا التأشيرة لمدة ست شهور من شهر واحد أخبرها إيه؟ ولما الرئيس قصة عيد يتصدى ليهم بشكل قانوني طيب إيه اللي دخلهم دولة تونس بشكل غير قانوني؟ إيه اللي أكبرهم؟ أن هم يعتدوا على المواطنين التونسيين طبعا عاوز أقول لحضراتكم دي التقارير جزء من كل لأن فيه مئات التقارير اللي صدرت خلال الأيام الأخيرة في سبيل أن هم يشوهوا صورة الرئيس قيس سعيد بشكل غير عادي وبشكل ممجوج وبشكل مفضوح هيوما ريتس ووش تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف دعمه لتونس طبعا الاتحاد الأوروبي ما يقدرشي لأن الاتحاد الأوروبي مزلول لدولة تونس ومحتاج دولة تونس هيوما ريتس ووش تندد بالعنف والانتهاكات الخطيرة بحق المهاجرين الأفرقة في تونس طبعا محاولات للتشويه المستمرة ضد قيس سعيد وكلها محاولات زي ما قلت لحضراتكم مفضوحة والرئيس قيس سعيد مستمر حفاظا على سيادة الدولة التونسية وفرضا لأمن دولة تونس أراكم على خير اشتركوا في القناة